فاني بيكلم انه قرار تغريم اللعيبة 20000 ده مبدئيا كده اعتقد السنة اللي فاتت لما برضو الاهلي خسر مباراة اتحاد عاصمة في السوبر حصل وقف للمستحقات بما فيه مجهز الفني على حسب ذاكرة يعني وشكل الاهلي اتغير حقيقة بعد كده في المباراة اللي بعد كده وحصل على دور ابطال حصل على حاجات كتير حقيقة ما بعد كده لكن تغريم اللعيبة ده قرار خاص بمجلس الادارة وجهاز الكورة 200000 جنيه لكل لعب طيب اسباب الخسارة هيبقى فيه جلسة ومناقشة من لجنة تخطيط كابتن مختار كابتن زكريا ناصف كابتن محمد رمضان كابتن الخطيب طبعا كمشرف عام على القرى وطبعا رئيس النادي مع كولر ايه اللي حصل وليه ايه اللي حصل وليه طيب هو بس الخبر اللي جاي انا يعني كولر ادى اجازة اسبوع للعيد هي برضو اسبوع ليه انت اولا ما عملتش فترة اعداد زي ما انت قلت فقبل ماتش جورمه يتكلمت على اسبوعين انت ابتدت فيهم الموسم وعملت فترة اعداد مصغرة وثلاث ماتشات لعبتهم وبعد كده بترايح اسبوع كتير انا معرفش طبعا هو الراجل بيفكر ازاي لكن هو شايف ان الاجازة اسبوع بالنسبة للعبين مهمة في التوقيت الحالي وان كان خلاص انت دخلت جوه بقى مع معت المباريات والتجهيز للموسم الجديد ففكرة اسبوع في التوقيت الحالي يعني ده يعني اداها الراجل يعني بالنسبة ليه الفريق طيب ما بعد يعني المباراة في حاجات كتير طبعا بتقعد او الادارة بتقعد تشوف ايه اللي حصل في المباراة في قرار توقيع عقوبة على ربيعة وعمر كمال يعني بسبب التصرف ما بعد احرازهم ضربات الترجيح اللي هو يمكن كان التفكير او الكلام يعني بتقال ان الحركة استهانة بفريق ناس زمالك لكن قدرت النادي الاهلي وقعت عقوبة على رامي وعمر كمال مئة الف جنيه على كل ده بالنسبة ليه الاتنين لعيبة على الجانب الاخر كان فيه تعنيف شديد جدا من كولر لامام عشور وحسين الشحات وكمان برسته يعني ان مستوامل فني ما فيش تركيز خالص في المباراة واهتمامهم كان بامور اخرى خارج كرة القدم وده ادى قوة لنادي زمالك اكتر بان الاتنين اللي عيبة دول ما كانوش في حالتهم الحقيقة يعني ده برضو جزء خاص بكولر فيه تفكير لدى اقدرة النادي الاهلي باعادة ملف تعيين مدير كرة للفريق شايفين ان الامور ممكن مدير كرة وعنده عملية الربط والحزم داخل الفريق وانه هو يشيل هم التنبيه اللعيبة وتحذيرهم من حاجات كتير ممكن تكون بتحصل زي ما تشوفت وشايفين في الملعب ان اما قبل اللقاء ما تستهنش واه 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 امور كتير جدا بالنسبة لمدير الكرة اه طبعا كابتنسام قمصان هو موجود دلوقتي ولكن كابتنسام قمصان مدرب عام اصلا عنده مهام اخرى امور فنية فيعني احتمالية كبيرة جدا فيه اعادة ملف تعيين مدير الكرة بالنادي الاهلي طيب الزمالك بيتراجع طبعا رحل ناصر منسي السراميكا حقيقة زي ما قلت لكم كده الهدف ده والماتش ده هيحول مصار ناصر منسي بشكل غير طبيعي في نادي الزمالك وهيحول مصار حب جمعين نادي الزمالك لناصر منسي الحقيقة ما بعد الهدف واحراز ضربة الترجيح وكمان طبعا حماسه الشديد داخل الملعب لما نزل ده بالنسبة ليه ناصر منسي ايضا هناك مكافآت استثنائيا للعاب نادي الزمالك ما بعد الفوز ببطولة السوبر ايضا هناك ثلاث صفقات جديدة نادي الزمالك هيتم الاعلان عنها في الفترة القادمة بالنسبة لنادي الزمالك والحقيقة بقى اخر خبر خاص بزياد كمال لعب الزمالك والحقيقة يمكن جي من امبي وكلما الزمالك بياخد بطولة او الراجل يعني بيحرز اهداف او او هناك طبعا تفاصيل كتير في عقده ما بعد ماتشن بارح وبطولته السوبر نادي امبي هيحصل على خمسين الف دولار من نادي الزمالك وطبعا ده موجود في عقد زياد كمال ان لو حصل على بطولة من البطولات بيحصل نادي امبي على خمسين الف دولار طيب ده بالنسبة ليه اخبارنا هطلع سريعا للفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله كابتن الكبير كابتن هشام يكن كابتن نادي الزمالك ومعانا طبعا في الستوديو واحتفالية نادي الزمالك اكيد مع كابتن كبير زي كابتن شام يكن اكيد مهمة جدا لكل الزمالك ترجمة نانسي قنقر